مساء الخير النهاردة ان شاء الله المباراة النهائية لبطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الفاينال ما بين مصر والمغرب على أرض المغرب الحقيقة تحية لمنتقب مصر الأولمبي واللعابين والجهاز الفني على النتائج اللي عملوها من بداية البطولة لحد الوصول للنهائي والوصول للأولمبياد وأعتقد أنه الوصول لدورة الألعاب الأولمبية إنجاز يحسب للعابين والجهاز الفني ورغم أنه زي ما قال بعض أعضاء اتحاد الكورة في وقت سابق بيقولوا إحنا ما كناش حاطين أمل على المنتخب ده حتى بعد التعقد مع ميكالي تصريح كان أغرب تصريح ممكن تسمعه في التاريخ عن منتخب من مسؤولي اتحاد كورة لكن في الساعات الأخيرة كان في مشاكل شوية أو مش مسألة مشاكل يعني كانت البعثة محتاجة بعض الدعم المالي والمكافئات بتاعة اللعبين للتحفيز لكن اتحاد الكورة في الأيام اللي فاتت كان بيقول لا ما عنديش فلوس مش عارف هعمل ايه وبعد كده لما سافر رئيس الاتحاد اللي أستاذ جمال علام كان معاه الأموال المطلوبة وهيحضر المباراة النهائية في الساعات الأخيرة كمان وبعد الاجتماع الفني فوج محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر تحت 23 سنة إنه بعثة منتخب مصر مخصص لها فقط تذكرتين في اي بي و 20 تذكرة كاتيجوري وان يعني رقم قليل جدا طبعا والحقيقة أنه المفترض أن مسؤولي اتحاد الكورة كانوا يدخلوا بدري شوية علشان ينصقوا الأمور دي لأنه بالتأكيد أنه أنت في النهائي وأكيد عندك ضيوف جيين لك وأكيد أنت عندك البعثة بتاعتك يعني أعتقد أن المفترض كان تحاد الكورة ينصق بدري شوية في الحاجات دي أو يكون له بعض التواصل الأفضل من كده بعيدا عن المنتخب الأولمبي أنه فيه مؤتمر المفترض أنه يتعامل علشان الإعلان عن الدوري الجديد ودوري رابطة المحترفين الحيان المؤتمر ده اختصارا يعني اللي هيتقال فيه الإعلان عن راعي للدوري يمكن ده بعد انتقادات عنيفة لربطة الأندية على مدار الموسم أنه أنت لا سواءت الدوري ولا بيعته ولا أي حاجة فهم هيعلنوا عن راعي للدوري ومش عارف التوقيت غريب شوية أنه أنت ما تستنى أنت لسه في نهاية موسم وما خلصتش الموسم ده أصبر لحد ما قبل الموسم الجديد يعني لكن مش مشكلة مش هتفرق كتير قوي فيما يخص المنتخب كمان الأولمبي واتحاد الكورة أعتقد أنه المنتخب ده يستحق اهتمام كبير من الاتحاد يعني أعتقد أنه دلوقتي أنت وصلت الفاينال سواء كسبت أو خسرت كل التحية للمنتخب واللي قدمه وصوله لدورة الألعاب الأولمبيا في باريس كمان المفترض أن أنت تقعد بقى مع روجيريو ميكاليو وتسمع منه هو عاوز يعمل إيه في الإعداد بتاعه المباريات الودية ما فيش حاجة يسمع أصلا أنا ما عايش فلوس ما أنت بيدخل لك فلوس كتير أنت إزاي تقول ما عايش فلوس ويعني الكلمة دي مش عايزين نسمعها بقى في اللي جاي لأنه كمان دور مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه يوفر الموارد وأنه يدير الموارد بتاعات اتحاد الكرة أنت بيدخل لك فلوس لكن أنت بتصرفها في ايه هو ده المفروض أنت تطلع ترد عليه لما نجي نتكلم فيما يخص اتحاد الكرة والحكام الحكام مخدوش ولا مليم الحكام لهم 26 مليون جنيه مصري ما يقرب من 26 مليون جنيه مصري الحكام مخدوش منهم أي حاجة لكن اللي نقدر نوفره أقل من 50% يعني انتو شايفين مستقى التحكيم عمل ازاي كمان ما بيخدوش فلوس يعني هيعملوا أكتر من كده يعني كده ممكن نبوض المسابقة يا جماعة لابد انه يكون في حلول والتحاد الكرة اللي دخل 22 23 مليون جنيه في الشهر اللي فات ما عرفش يوفر منهم 5-6 مليون جنيه يدي جزء من المستحقات القديمة للحكام يعني اعتقد ان الموضوع محتاج حل عاجل لانه طول ما الحكام ما بتاخدش مستحقاتها المالية هتلاقي انه في عدم تركيز في الملعب هينطج عنه اخطاء الاخطاء دي في الوقت الحاسم ده من الموسم مع فكرة الهبوط وصراع الهروب من الهبوط اعتقد انه ممكن تدخلك في دايرة شك مش كويسة فلابد انه اتحاد الكرة يعمل اللي عليه ويبرق نفسه من الموضوع كفاء اللي بيحصل يعني كفاء اللي المسابقات بتعمله اعتقد انه خلو المسابقات زي ما احنا خلاص فيهمنا المسابقات مش زي لكن كمان انت اخرج من دايرة الشك ودي الحكام جزء من مستحقات هم علشان يقدروا يقدموا مباريات جيدة في الفترة اللي جاية لان انت عندك اسبوعين هيتحسم فيهم هبوط فرق من الدور الممتاز للدرجة الادنى اللي لسه مش عارفين شكلها ايه